أكد رئيس التونسي قيس عيد أنه سيتم التخلص من كل من يريد أن يضرب الاستقلال أو يتعامل مع الخارج ضدها وفي كلمة الله بمناسبة عيد الجلاء أكد سعيد أن تونسيين سيصنعون جلاء جديدا ليس لقوى الاستعمار ولكن لمن وصفهم بعملائه في تونس وشارك كبار المسؤولين التونسيين في احتفالات عيد الجلاء في مقدمتهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الدفاع عماد مميش معنا من تونس عضو المكتب السياسي للتير الشعبية المحامي جمال مارس سيد جمال مرحبا بك معنا في ذكرى الجلاء قيس سعيد يوجه رسائل للمعارضة برأيك كيف وقعها في الظرف السياسي والاقتصادي لتشهد البلاد مساء الخير تحية لكم ولكفة مشاهدي قناة سكانيوز عربية طبعا اليوم الشعب التونسي يحكي الذكرى 59 لعيد الجلاء وهو حدث تزامن مع مناسبتين أخرتين وهي من جهة بداية الفترة الانتخابية وبعد غد اليوم الاثنين سيتم تقديم ترشحات المترشحين إلى الانتخابات الشرعية ومن جهة اليوم هناك رأينا تنافس بينما يعرف بحزب دستوري لرئيسته عابير موسي وجبهد الخلاص لحركة الإخوان ومن معها يتنافسون في الشرع التونسي في إطار يعني بعث رسالة إلى الخارج إلى الأمريكان بدرجة الأولى حول تنافسهم في خيامة الشعب التونسي وفي قدرتهم على تحريك الشعب التونسي وقد ثبت مرة أخرى أن رصيدهم غير كافي للقيام بهذه العملية أو بالتأثير بأي شكل من الأشكال في الشارع التونسي أو تحريك الشارع في أي اتجاه كان بل بعض العشرات تجمعوا بشارع الرئيسي برأيك أستاذ جمال يعني فشلوا في رهانهم اليوم؟ طبعا كان فشلا ذريعا من حيث المحتوى والشكل رأينا صور مضحكة رأينا رئيسة الحزب في سيارة مكشوفة يعني الشعب يعاني من النقص الموارد ومن أزمة اقتصادية واشتباية خانق وهي ربما كانت عامل لفائدتهم ليخرج إلى جريبهم الشعب التونسي ويسندهم لكن لم نرى ذلك وتستعرض في سيارة مكشوفة والشعب التونسي ذكرت يعاني هذا شكل يعني يشباز منه الشعب التونسي ولا يريد مثل هذه المظاهر فكان معناها الفشل من حيث الشكل والمضمون في خصوص هذه التظاهر اليوم يعني ثبت مرة أخرى أقول أن رصيدهم غير كافي للتأثير أو لتحريك الشارع التونسي بعض البيئات القليلة التي لم يكن لها تأثير طبعا نربط هذا بتصريحات رئيس الجمهورية طبعا عيد الجالة كان فرصة أو ذكرى لرحيل آخر جندي مستعمر فرنسي من تونس واليوم رئيسه الجمهورية يتحدث عن خروج عملاء الاستعمار عملاء الخارج من تونس برأيك أستجمال هذا رد غير مباشر على آخر تصريحات للغلنوشي نفسه اللي ربط ربما بين السلطة الحالية والاستعمار طبعا هذا رد ربما حتى مباشر نعتبره أو مثلا قلت غير مباشر الذي يربط لتصريحاته زعيم حركة الإخوان لأن رئيس الجمهورية يعتبرهم هم الخواناء هم من يدخون أبواب الصفارات صباحا مساء متى عجزوا على القيام بجميع الأعمال تحريك الشارع اللعب بقوت التونسة الاحتكار مغازلة القوى الحاملة السلاح من أمن وجيش وكذا فشلت كل محاولات فذاء الإطار فلم يبقى لهم إلا أسلوب التي جاء إلى الخارج ومحاولة الضغط على السلطة السياسية وعلى الشعب التوصي من خلال المنظمات والعمال لكن أستاذ جمال وتونس تواجه عدد من الأزمات حقيقة لعلى أبرزها أزمة الوقود تتجه إلى الانتخابات هناك خلافات فيما يتعلق بهذه الانتخابات وأطرف حتى داعما للرئيس ترفض قانون المنظم لهذه الانتخابات بينما البلد تتجه إلى اتفاق ربما وشيك وتفاهمة وشيك مع صندوق النقد هذه التشويشات وهذه المساعي هل مش أنها أن تؤثر خارجيا وعلى أي حسم لأمور أو أي اتفاق وشيك مع صندوق النقد لا صندوق النقد الدولي له شروطه لا عواملها بالأساس يعني وجود الترف الاجتماعي على الخطوة والاتحاد عام تنسي للشغل الذي أمضى مؤخرا اتفاقيات يعني زيادة في الأجور في حدود معينة وقام بدوره الاجتماعي في هذا الإطار كذلك منظمة الأعراف موجودة على الخط يعني الاتحاد الصناعة والتجارة هذه هي شروط تقريبا صندوق النقد الدولي مبدئين أعتقد أن الحوار انطلق مع صندوق النقد الدولي نحن كحزب طيار شعبي لسنا مع اللجوة لهذا الصندوق باعتبار تأثير خياراته باعتبار يعني أن كل الدول التي نجحت إلى الاقتراض المشط بصندوق النقد الدولي كانت ترجمة وخيمة اليوم نعتبره شرر لابد منه على رئيس الجمهورية والحكومة التونسية أن تخلصها تدريجين من لجوء صندوق النقد الدولي لكن أعتقد أن كل ظروف النجاح وإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي حاليا توفرت للمرور من هذه الأزمة ولتجاوز مخلفات العشرية السوداء التي مثلما أردت أن أذكر أن علاقة الحكومة التونسية ودولة التونسية بصندوق النقد الدولي قد انقطعت منذ بداية التسعينات وعادت مع حكومة الإخوان في بداية 2012 وبالتالي هم من أغرقوا البلاد في القروض وهم من أعادوا صندوق النقد الدولي إلى التعامل مع دولة التونسية على رئيس الجمهورية حاليا هو مضبوط عليه ومضطر ليس له خيارات خلال توفير السيولة وتبويل المالية العمومية لكن ندعوه إلى التخلص تدريجيا مع التعامل مع مثل هذه السراديق التي دهت أثير على تخريب الاقتصاد الوطني وتأسيس اقتصاد الوطني يقوم على السيادة الوطنية يتطلب تدريجيا تصلاح الاقتصاد الوطني تبقى الخيارات الوطنية والسيادية لا اللجوء إلى الاقتراض المشط من الخارج شكرا جزيلا لك من تونس عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي المحامي جمال مارس